واو لائحة أسماء المدعى عليهم بانفجار مرفأ بيروت بدأت تتكشف من قبل القاضي طارق البيطار المحقق العدلي الذي قرر استئناف مهامه رغم رفع يده مؤقتا منذ أواخر عام 2021 حيث رفع سقف المواجهة مع الرافضين لكشف المتورطين بالانفجار لتخرج إلى العلن أسماء جديدة في خانة الابدعاء أضيفت إلى اسم مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني سليبة رئيس المجلس الأعلى للقمارق العميد أسعد الطفيلي والنائب العام التمييزي غسان عويدات والمحامي غسان خوري وعضو المجلس الأعلى للقمارق أبرز الأسماء التي أضيفت إلى قائمة التحقيق بانفجار المرفأ كما تضمنت استدعاءات القاضي البيطار شخصيات سياسية وأمنية وعسكرية أبرزها رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي ومدير عام مخابرات الجيش السابق العميد كميل ظاهر وآخرون حيث تم تحديد جلسات استجواب للمذكورة أسماؤهم تبدأ الشهر المقبل وبدورهم أكد عدد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ أنهم بصدد عقد لقاء مع المحامين لمواكبة آخر تطورات هذا الملف وقالوا إن محاولات الإطاحة بالقاضي البيطار ستتكرر كما أن المطلوب استجوابهم لن يمثلوا أمام القضاء مثل ما رفضوا ذلك سابقا وتتهم الكتل السياسية في لبنان بعرقلة سير التحقيق في أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم الذي تسبب بمقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة ما يزيد عن 7000 شخص وتشريد آلاف اللبنانيين بجانب الأضرار المادية الجسيمة التي طالت الممتلكات كما وثقت منظمات دولية جملة عيوب إجرائية ومنهجية في التحقيق المحلي بما في ذلك التدخل السياسي الصارخ وحصانة مسؤولين سياسيين وعدم احترامهم معايير المحاكمة العادلة إضافة إلى انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة